اليوم غادي نوصله معكم في معلومات لي كتتعلق بالاقتطاع من الأجور واش اليوم الدولة كتبق القانون أم كتخالف القانون بالنسبة للاقتطاع من الأجور وحنا كنت نتكلم على الأساتي دال مضربين سبق وطرقنا الموضوع دكتور وقلت بي أن الإدراب حق مشروع جميع داستير تكلمات على الإدراب ماذا عن الاقتطاع من الأجور قلت أيضا بأنه غير قانوني لا طبعا هو غير قانوني مني سنقوله غير دستوري يعني غير قانوني وهدرس فيه يعني شرحت أنا اليوم إلا بغيت نعود نرجع لهذا الموضوع ماشي باش ندروا شو الاقتطاع قانوني ولا ماشي قانوني غي جوابا على ما قاله السيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة عجبني بواحد الجملة يليت لو كانت طبق بالإطلاق احنا ما كانت خرقوش للقانون احنا الحكومة ما تنخرقوش للقانون احنا كانت طبقوا القانون والاقتطاع قانوني وهذا القانون نقطعوه 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 نطبقوه السيد الناتق الرسمي باسم الحكومة إليك ما تنطبقوه القانون علاش بغيتوا تطبقوه هذا القانون العوج بعدا يخرجوا بعد ذير الدعرين يقولوا نحنا جاهليين القانون احنا ما فاهمينش القانون وقرأتنا ضعيفة العلم دينا في القانون ضعيف وذلك يقول لنا ما عندوش تاشي أساس قانوني وبتالي اقتطاع قانوني وعليش يقولون نعليش يشرحون لنا بغيت نتعلم إنسان رأى ما حدو حيوتي يتعلم نحن كان نتعلمه يورينا علاش هذا الاقتطاع قانوني وغاديمشي غيف هاد الاتجاه دياله اللي تيقول هو ان الاقتطاع قانوني وخاصة انها الجملة الحكومة ما تخرقش القانون يلا هلالا الحكومة طبقنا القانون بالنسبة لسيارات الخدمة ديال الدولة اللي فيها المغرب حمراء قولوا ما تقوش تعملوا هالاستعمال الشخصي والمقارب الشخصية والقضاء حوائج المسؤولين الشخصية وطبقوا القانون ما تخدروش قولوا البونة ديال البنزين ما تقوش تفعلوهم وتسمع تصمروهم وتصرفوهم فى قضاء حوائجيكم الشخصية المسؤولين قولوها طبقوا القانون طبقوا القانون طبقوا القانون بسبال برلمنيين اللي كاياخدو remainder التعويد دياله مكيحضروش للجلسات البرلمانية طبقوا القانون بالنسبة للمسؤولين اللي مازالين جالسين في المنازل ديالالخدمة ديالالوظيفة اللي كانوا فيها ومازال Illinois ديالالعان جالسين فيها ومفتق عود ما قدرتوش تطبقوا القانون فيها تطبقوا القانون أنتو مال حكومة ما كتخرقوش القانون تطبقوا القانون على الناس اللي متملصين الدرائب ما تطبقوش القانون لمسؤولين وما وخلصيش الدرائب ديالهم ما تطبقوش القانون تطبقو القانون على المسؤولين اللي عندكم أعطين شيكات بدون رصيد ما تطبقوش عليهم القانون تطبقو القانون على الأرامي اللي ماخدوش الحقوق ديالهم تطبقو القانون على الناس اللي عندهم نزع الميكين ذات ديالهم كمسؤولين على قطاعات طبقوا القانون على النفقة والاحكام اللي ما زال ما تنفذاش والتأمين اللي ما زال ما تنفذاش عليهم كثير من الاحكام واللي هي نهائية طبقوا فيهم القانون قانون غير في الاساتيدة المضربين باش تعرفوا صحابكم احنا كتفرحنا شي ديال الاضراب كيف رحنا نتلمي ديال قضايا ولكن يا حكومة راكم جمعتو بزاف ديال الحوية جمعتو را هاتشي علاش الناس نتضامن مع هاد الاساتيدة اللي ديرين اللي ديرين الاضراب حيت جمعتو بزاف حيت عندكم بزاف ده هفاوات ماشي هفا وحده وكنقول لكم تواصلوني كتتواصلوا كتزفلوها كتديروا اخطاء فادحة في التواصل ديالكم احنا حكومة ما يمكن لناش نخرقوا القانون خرقوا القانون بالنسبة للتدابير التعديبية اللي مخدف حق المسؤولين خرقوا القانون بالنسبة للموظفين اللي تم العزل ديالهم في مجموعة من القطاعات وعندهم حق من نهاية المحكامة بيرجال حال الى ما كان علي عندك الموظفين يرجعوا المناصب الشغل ديالهم وما كتردوهمش وتضربونا عرض بعرض الحائط الاحكام النهائية المنطقة باسم جلالة المالك رامني سنكونوا كنتبقوا القانون ولا ما كنتبقوش القانون جزئيا وكنتبقوا القانون فاش بغينا وفي اللي خرجنا لا القاعدة القانونية قاعدة موضوعية قاعدة لا تفرق بين الاشخاص لا تشخصن القاعدة القانونية والقاعدة القانونية عامة تطبق على الجميع والمواطنين سواسية والمتقاضين سواسية امام القضاء بما فيهم الدولة ان كانت طرفا في المتقاضي هو طرف بحال الطرف المواطن العادي طبقوا في هالقانون دائما تجي وتتكلم وتقول نحن نطبق هالشي لا تفردنا انا هناك قانون اولا تختكس عطينا القانون أعطينا الفتوا ديالك اعطينا الفتوا ديال المستشارين ديالك اعطينا الفتوا ديال فوقهاء ديالكم في القانون يقولون لا اش不会 يقول القانون في الادراب اش不会 يقول القانون في القتيطع من الناس المضربين اي resistant ان ان قطعون لهم اي مش لا لانه تم القتيطاع soapيقا فهو قانوني لا لا يوجد شيء الحكومة لا تنخلق القانون نحن نطبق القانون فهذا ما يسمى القانون تطبق القانون تفعيل القانون الخمسة 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 التسعتاش تبسيط المساطين الإدارية لماذا يجب أن يصوروا الوثائق والليجاليزي والوثائق الذي القانون تعم فيه ما المصادقة على الوثائق في المرافق العمومية تلقف القانون خمسة الشواهيد السكناة تلقف القانون وبالنسبة مفلوس تعمل الحماية الإشماعية واحدة Laser تلقف القانون على الوثائق الطلgeneration السكان والسجيل الجماعي لم يتطبق فيه القانون يقولون للناس اجيبوا واحد اخرين لكي ينزلوا هذا قانون هذا ما القوانين عندما نذكرك ما هي الخصائص القاعدة القانونية هنا نشوفك اتطبق القانون ببعض طريقة وعلى هذا الناس كلهم وعلى كل شيء وذيك ساعات نقبله يكونوا بعض الاستثناءات سهوة للإدارة اللي مجرد ما كان ذكرها تتنوا تطبق القانون مقبولة ذيك ساعات انا اتطبقوا 70% 75% 80% القانون 95% وان كان هناك سهوة فلا بأس ممكننا نتدركوا لكنتما ما كتطبقوش القانون فالحالات كلهم اللي تكلمت عليها وجيت قولين الاقتطاع الحكومات يخصى تطبق القانون لا خاص شوية دل انسان يكون يكون سوي في الكلام دياله يكون سوي وفي جميع المواقف موقف واحد اي موقف موقف القانون القانون يسموه ولا يسمع عليه ها؟ القانون يعلو ولا يعل عليه ان كان القانون يقصدوا به الحق يعني صاحب الحق ياخد الحق دياله على ذكر القانون دكتور اللي كيتكلم لرئيس الحكومة واشتناش واحد وثمانين اللي كيتعلق بالاقتطاع من اجور ورواتب الموظفين واعوان الجماعات الى غير ذلك لا او اذكرش القانون لا انا فقط اتسأل لان دول قانون اللي لقيت في الاقتطاعات هادرنا عليه هادرنا عليه هادرنا على الدستور هادرنا على هذا المرسوم هادرنا على قانون الوظيفة العمومية لكن شئ نوص اخرى يوريها لنا هادرنا مسألة مسألة استنتاج مسألة منطق مسألة عقل مسألة ترشيد الفكر مسألة ترشيد تحليل يجب ان يكون هناك حول في الرؤية حول في البوصلة يتكلمون لغات كثيرة جدا ويذهبون في اتجاهات كثيرة جدا ويظنون انهم على الصواب أليس هناك رجل رشيد يقول لهم ها هالحق في الكين وهالبطل في الكين ويخرجوا يعترفوا بالخطأ ديالهم لان ليس العيب في ان يخطأ الانسان ولكن العيب في ان يتمادى في خطأه والاعتراف بالخطأ هو فضيلة وقوة وثقة وإيمان بالحق انت انت تقولوا كلام وتأتيقوا راسهم وعادنا ما ما زال كنعين ما زال كنعين شوية الوقت ما زال انا دائما كان نفترض حسنية دائما تقول للحكومة راحا نيراتها ما كتتقولش حيث عارفها راسه شكا تدير وكتقولكم انتم غيهدرو انتم غيهدرو انتم غيهدرو احنا احنا خدامين والنتيجة في النهاية غادي تشوفوها ديالنا هانا ما زال كنعين انو صروا لنصف الولاية باش الى كانت نصف الولاية المنطقة شو تيقول الالتزامات اللي تازموا بيها خس نكونوا حققها خمسين في المية من الالتزامات ديال الحملة الانتخابية مليون منصب شغل خس تكون عنا اليوم خمسمائة الف منصب شغل تخلقات ماشي اوراشو فورصة من اللي نتكلم على الفين وخمسمائة درهم اللي غادي تضاف لكل اسرة خس نشوف نص ديالها في نهاية في نصف الولاية عنا كان نعين نصف الولاية ملي يقولك اساسين غايعطيهم الفين وخمسمائة درهم الفين وخمسمائة درهم باش غادي نرفعوا الازر ديالهم خسنا نوصلوا الالتزام ديالهم يقول لهم القواب انهم نفدوا حيث كادك في اللول مامكنش يكون عندنا حاول في الرؤية مايمكنش يكون عندنا ازواجية في الاسلوب ازواجية في التزامات ازواجية في الكلام ازواجية في التنفيذ هناك تنفيذ وشعارات ديل الحملة الانتخابية وهي نفسها الشعارات والكلام اللي تتقلم اللي تكونوا حزاب الأغربية مجموعين وملي كيكونوا جموعين بعضياتهم نفس الكلام يقال ولكن ملي كيكونوا كيتكلموا مع الشعب إيه لا تكلموا مع الشعب كيتكلموا كلام آخر والواقع أيضا كيتبت بأن كان أشياء أخرى مختلفة اختلافا تام على ما وعدونا به ولكن قالوا شكيدير باك قالوا نفار قالوا الحمد لله لرمضان تقادق وقال لنا شي تعرفوا رمضان مي كان دوزو العشرية من الأولى طيقا كي بدأ كي يجي لكي تقادق الولاية ما بقى لها شي إلا أعطان الله صبر ونصرتها تنتهي الولاية ولكن احنا كنستفدوا وحنا كنتعلموا والمواطن والله العظيم من المواطن استفد من هالولاية مزيان وراء دائما وراء نقول الظروف اللي جات في هذه الحكومة ظروف صعبة ولم يصبح لحكومة قبل هذه الحكومة أن عاشت نفس الصعوبة ونفس الظروف لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي أبداً ولكن راء مشكلة في الحكومة لتذكير دكتور أوفيق راديو أسوات أنه وضي تم تشكيل واحد لجنة ووزارية لمعالجة الإشكاليات التي ترتبط بنظام الأساسي الموظفي التربية الوطنية وطبعاً بغضية تصهر لإيجاد الحلول وأيضاً كانت شديد للسان رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأغلبي ضرورة تعودة الأساسي دل أقسام القيام بالمهام ديالهم